جيزيل كرم مسؤولة عن اسم المطابعة الاجتماعية بسيزو بيل موجودة معنا اليوم حديثنا رح يكون عن مركز جديد لسيزو بيل اسمه دار رح نتعرف عليه أكتر رح نتعرف عليه أكتر بفيديو كمان وتعرفنا عليه أكتر مدام كرم أهلا وسهلا فيك مرسي خبرين عن هال يعني الدار الجديد زفين نقول بما أنه بالعرب اسمه كمان دار أما بالفرنسي فهو اسمه داعر يلي بيعني شو دار هو بيعني الانيسيال طبع يعني التشخيص المريفقة والتأهيل دار هو بروجرام موجود كان بسيزو بيل سيزو بيل هي مؤسسة بتهتم بالأطفال عندهم زوية احتياجات خاصة من عمر إذا بديك أول ما بيكتشفوا الأهل أنه الولد عنده مشكلة يعني من عمر السفر فينا نقول ولمتابعة الأهل بهالمرحلة وبيكف ببرامج تربوية تأهيلية اجتماعية طبية وجودية يعني متابعة شاملة للولاد بلوس مطابعة للأهل لتقدر العيلة تتخطى هالصعوبات الموجودة من خلال كل الانفرميسيون اللي منعطيها كل التزويد بكل المعلومات الطبية والطريقة العيش تقدر ترجع شوي للتوازن العائلية اللي بيكون بمحل معين تأثرت بوجود هالولد ومرافقتنا بتكون للأخوة كمان هذا البروغرام دار هو موجود كان بالسيزوبيل هو بعده بالفعل برنامج من سيزوبيل بس فصلنا إذا بديك باللوكال يعني صار مستقل بكينه كموقع صار بسانتر ساقتي على الدورة كل الناس قدرين أنه يكونوا عم يتوجعوا على هالدار لحتى اللي يكونوا عم يخدوا النصيحة ابتداء من التشخيص ولكن هل بيكون التشخيص واضح؟ هل فعلا الأهل يقدروا يعرفوا من عمر السفر أنه في مشكلة؟ أو في أوقات لأ بعمر أكبر لحتى اللي يقدروا يعرفوا أنه في مشكلة؟ حسب الحالة وحسب الإعاقة وحسب المشكلة على الولاد يبين أنه لدينا حالة خاصة إذا لدينا داون سندروم إذا لدينا حالات معينة أكيد تبين في أولاد مع العمر يكتشفوا الأهل أنه في اختلاف من نموه عن ولد تاني عن خيه أو عن ولد تاني بهالنموه وهون بيبدأ العلمات الاستفهام هون بيصير الأهل بدون يعرفوا إذا فري ما في اختلاف إذا فري ما في وضع معين طبي صحي أو أنه تأخر عادي بيتوجهوا لطبيب وطبيبهم جمالا أو الأخصائيين اللي حواليهم أو هن بيتوجهوا لسنتر دار لا يقدروا الأسئلة الموجودة عندهم نقدر نحن نساعدهم بالأجوبة إذا قرروا يتوجهوا على المركز بيكونوا قطعوا مرحلة كتير كبيرة صحيح أكيد تعرفي أنه في أهل صعب أن يتوجهوا على المركز هون كيف معقولة تكونوا عم توصلوا لهم؟ هو بصراحة نحن ما منتوجه مباشرة لهم دور تدور نحن أكثر منعمل هالحملة التوعية منعمل هالإعلام عن البرامج الموجودة وبالتحديد لا نقدر نسهل لأهل أهل يخدوا هالقرار ويوصلوا على هالمركز لأنه مضبوط كتير صعب مجرد ما يفوتوا ويوصلوا لعنا نحن نعتبر أكيد أطعشات كبير نحكي عن تشخيص هل ممكن أنه يكون بالنسبة لكم التشخيص منه بحاجة لمركز يكون في حالة بسيطة ممكن الأهل يكونوا عم بتعاملوا معه؟ الهدف أنه يكون السنطر برات كادر سيزوبال لأنه مش حكما أنه كل ولد بيتوجه هو وأهله لسيزوبال حكما بنبصم على وجود إعاقة فيه يكون تأخرة صعوبة تعلمية تأخرة معين ما ضرورة يكون بإطار الإعاقة أو بقدر يكون إعاقة. المركز بموقعه هلأ يخدين شوي إطار نوتر يعني منه بإطار سيزوبال العام شوي بساعد الأهل اللي يكون عندهم هل قدر أنه يتوجهوا أول خطوة لعنا بلوس أنه موقعوا على الدورة ببيانة السائتة يلي هو كمان موقع كتير سهل للأهل يقدروا يعني مدوا بين بيروت وكسروين الشمال يعني تقدروا الأهل يكون كمان مرتاحين بالتنقل. بعد التشخيص شو هي الخطوة التانية؟ بعد التشخيص هو التشخيص أكيد بيصير مقابلة مع المساعدة الاجتماعية مع المماردة والطبيب والخصائيين التأهيلين يلي بيكون تشخيص عام طبي تأهيلة اجتماعي بعدنا أكيد في برنامج تأهيلة بنعمل بنحط برنامج شامل بلوتو للولاد وفي المرافقة بتصير من أول ما العيل بتدق الباب لا تكفي بغير المؤسسة أو تتوجه لسيزوبال يعني من دل نحن مرافقين بكل الأسئلة اللي عن تسألها بكل المعلومات ممكن تخفف عنا الإحساس بالزنب ممكن تخفف عنا القلق ممكن تعطيها أكتر توجه عملي للولاد وكيفية التعاطي مع هالولاد ما تنسى أبدا أنه هو ولد مش الإعاقة اللي بتسبقه أو المشكلة اللي بتسبقه هو ولده وهو عنده كل المعطيات وكل الحق بالمتابعة الطبية والعلاج والتعلم والحياة الكريمة بقلب عائلته ويضل بعائلته لأنه ولا زنبه ولا زنبه هي أنه عنده مشكلة هيدا الولاد هيدا اللي منجرب نعمله بالمرافقة اللي بتصير تنقدر نخلي الأهل يقشعوا من خلال هالولاد إنسان عنده كرامته كيانه المتكامل فإذاً بتواجهوا أوقات رفض من الأهل لولده إعاقة؟ طبعاً يعني هي ما فينا نقول أنه بيوصلوا الأهل لا يقبلوا مية بالمية بيوصلوا لا يتعودوا لا يتخطوا يمكن الصعوبة بس أكيد في أهل ما بيقبلوا في أهل أبداً ما بيقدروا يتعاطفوا مع الموضوع في أهل بالأول بيكونوا أبداً منهم إبلانين بس منلاقي مع الوقت أنه وقت اللي بيطلعوا بولدهم وبيكتشفوا أنه لا في حدا قبالهم عم بعيطهم أو عم بيتفاعل معهم أو بالنهاية أنه في إنسان بني دايهم بيتغير الوضع ويمكن الرفض هو مش للولد هو الرفض للإعاقة مية بالمية نوع من النكران مية بالمية لأنه ما تنسى أنه أول ما الولد أمر طبيعي بيحلموا الأهل فيه بيحلموا فيه بصورة كتير مثالية يعني كلنا منعرف أنه نحن منركب فكرة الولد قبل ما نشوفه وقت اللي بديوز هالولد عنده حالة خاصة أكيد في صدمة رح تعيشها العائلة أكيد رح تنكر هالموضوع رح تعمل ردة فعل رح تعمل تعيش بالكلار يعني كل هيد الأمور رح تعيشها وهون ما حدا فيه لومة يعني ما فينا ولا نحكم عليها ولا نقول أنه ولو هيك بتتعامل كتير طبيعي يكون عندها هالردة الفعل لأنه ما حدا بالنهاية بيتمنى أو بيكون ناطر هيك وضع كيفية الاتصال فيكم الاتصال فينا بيصير على سنتر الدورة ديراكت على السفر واحد ميتان وخمسة وخمسين سبعمية وثمانين كمانا في سايت مزبوط مزبوط وفوتوا على السايت وبشوفوا شوي المعلومات عن سنتر دار كمان وعن سيزوبال هل سنتر تنرجع نشوف رح يكون يعني بس مرحلة تشوفوا هالولد لوين لازم يتوجه مزبوط من هو مركز يعني بترددوا عليه من هو مركز تأهيل أو هو مركز تأهيل من هو مركز تربوي هو مركز تشخيص وتأهيل ومتابعة التأهيل بيصير مش بس لأولاد اللي عندهم حلة خاصة للصعوبة التعلمية كمان أهلا وسهلا فيك مدام كرم شكرا لو جديك معنا على سيزوبال دوت أورج كمانا معلومات إضافية هلأ وقفهم نتابع